خمسة أيام كانت كافية لهؤلاء المشاركين في الورشة التدريبية التي نظمتها حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ورشة تهدف إلى تقوية كفاءات رؤساء المجتمع المدني للمشاركة في الاستفتاء الدستوري الذي سيصوت فيه الجاديون على شكل الدولة من أجل العودة إلى النظام الدستوري بسلام وهدوء في كلمته لختام أعمال هذه الورشة المدير القطري للمحاد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا السيد بير سوسو شكر المشاركين في هذه الورشة راجيا منهم تطبيق مخرجاتها على أرض الواقع للمساهمة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ورشة استفاد منها المشاركين بخبرات جديدة لا شك أنها تسهم في تسيير العملية الانتخابية بصورة جيدة ومرضية